مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها والدة الشرطي هشام تكشف معطيات جديدة قالت والدة الشرطي الذي تعرض لأبشع جريمة قتل بعدما تم العطور على جتته داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من ضوار الخضارة بضواحي حد سوالم إن ابنها لم يقم بأي شيء ليكون مصيره الموت بهذه الطريقة البشعة وأوضحت والدة الشرطي في تصريحنا للقناة الثانية أنها لم ترى لحد الساعة صور ابنها المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي فهي لا تفهم من سمح لهم بتداولها ورؤية ابنها في تلك الحالة وأفادت المتحدثة نفسها أن ابنها كان طيبا وعلاقته مع الناس جيدة لذا فهي لا تعرف لماذا تم الاعتداء على ابنها بتلك الطريقة البشعة وأكدت مصادر إعلامية أن الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدار البيضاء والمكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بالباسيج دخل على خط قضية الشرطي ويواصلان التحقيق بشأنها